السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أبنان الطلاب نتكلم عن مقرر عمليات الفصل ونتطرق إلى الفصل السادس في هذا المقرر وهو الميمبرين تكنولوجي تكنولوجيا الأغشية حقيقة دية من الاتقانات الحديثة ذات الطبيقات التي تنمو بسرعة كبيرة جدا ولها الكثير من الابليكيشنز in real life وتعد تكنولوجيا الأغشية من الاتقانات التي عليها إقبال كبير جدا حديثا وذات استخدامات متعددة لا سيما في مجالات تحلية المياه نبدأ بالميمبرين ما هو الميمبرين؟ نعرف الميمبرين على أنه selective barrier هو عبارة عن حاجز له خاصية انتقائية هذه الخاصية تعطيه القدرة على أنه يسمح بنفاذ species أحد مكونات المائع وتتم هذه القدرة على selectivity بواسطة هذه هي الميكانيزم وآليات عمل الميمبرين تكنولوجي وهي الطريقة التي تعمل بها المناخل وهي آلية حجز المواد الصلبة بواسطة الاختلاف في الحجم وكذلك الديفيوجن وهو معروف لدى طلاب الهندسة الكيميائية الميمبرين هي عبارة عن حواجز لها خاصية انتقائية تعمل وفق هذه التقانات فيمكن أن تكون من الدقة بمكان بحيث أنها تنجح في حجز مولوكيولز وأحجام صغيرة من موليكولر دقة الميمبرين إنها تعطينا القدرة لحجز أحجام قد تصل إلى الأنجرسترون وقد تصل أيضا إلى المايكرون الشكل اللي أمامنا بيوضح لدي يفيد يتكون من بيمر على ميمبرين هو عبارة عن بارير يسمح البارير بمرور الأحجام معينة ويحجز الأحجام الأخرى لدينا هنا الـ retentate والـ permeate هذه المصطلحات لا بد أن يتعود عليها طلابنا حتى إنه he can be able to distinguish between these parameters the retentate and the permeate عملية الميمبرين حقيقة it can act as a screen يمكن أن يحصل الفصل على السطح الخارجي ويسمح الميمبرين بنفاذ جزء آخر من السوائل بينما يمكن أن يكون لدينا in-depth filtration أو in-depth membrane separation system بمعنى أن تعلق المواد المراض حجزها داخل الميمبرين وليس على السطح الخارجي كما في الشكل الموطح these two techniques screen membrane and in-depth membrane تعتمد على حسب نوع الميمبرين المستخدم وكذلك اعتمادا على نوع filtrate نوع المادة المراد فصلها بهذه